فيلمنا بيبدأ مع أسطورة منذ قديم الزمان بتحكي عن 3 ممالك تواجده في زمن واحد وبيسود المملكة الأولى الحزن والأسى بسبب ملكتها اللي ما بتخلفش وبيكون جوزها الملك مستعد يعمل أي حاجة عشان يخليها تتحك من تاني لكن الملكة بتكون متأثرة برغبتها في الخلفة وما بتستمتعش بأي حاجة في حياتها وفي يوم بيطلب واحد من المشعوذين مقابلة الملكة والملك وبيقولهم إن عنده سر سعادتهم وإنه عشان الملكة تخلف لازم الحياة تاخد روح إنسان في المقابل وبعدها لازم تاكل قلب وحش البحيرة واللي لازم تطبخه بنت عزراء وبسبب يأسهم من كل محاولات الخلفة بيقرر الملك يعمل آخر محاولة وبينزل بنفس ويقت الوحش البحيرة لكنه بيتصاب وبيموت بس بيكون مبسوط إنه قدر يحقق الحلم اللي مراته بتحلم بي طول عمرها وبتيجي الملكة اللي بيبانى عليها إنها مش متأثرة بموت جوزها وبتاخد قلب الوحش وبتختار خادمة من خادمتها واللي بتكون عزراء عشان تطبخ القلب وفجأة بتكبر بطن الخادمة بسرعة كبيرة أول ما بتشم راحة الأكل وبتاكل الملكة من القلب وبتحمل في نفس الليلة وبتخلف الملكة والخادمة بتاعتها في نفس يوم دفن الملك وبتتحقق نبوقت المشعوز لإن في الليلة للحياة أخدت فيها روح الملك اديتهم روح الأمير الجديد واللي بيكون اسمه إلياس وبتخلف الخادمة ولده بتسميه جونا وبيكون إلياس وجونا شبه بعض كأنهم توقم وبيكبروا سوا وبيكونوا صحاب جدا وعلاقتهم قوية لكن الملكة بتكون معترضة على علاقتهم لدرجة إنها بتزعق للخادمة وبتخليها تمنع ابنها اللي بتشوف إنه لقيت إنه يقابل الأمير إلياس تاني وبيبقى إلياس مدهق من مامته اللي بتتحكم في حياته وبيقولها إنه بيحس إن أخوه وبتزعق له الملكة وبتقوله إن رابطة الدم الوحيدة اللي عنده هي معاه وبس وبتفهمه إن ملك المستقبل ماينفعش يصاحب ابن خادمة وبنروح بقى للمملكة التانية اللي من المملكة التلاتة مع إيمة ودورة واللي بيكونوا أختين أو أجيز عايشين مع بعض طول عمرهم وبتخرج دورة واللي بتكون مغطية نفسها وبتبقى بتغني وبيسمع على الملك اللي بيكون بيحب الستات جدا وبيعجب بصوتها وبينادي على دورة اللي بتدخل البيت بسرعة قبل ما الملك يشوف شكلها وبيكون الملك فاكر إنها مكسوفة فبيبعت لها عقد دهب هداية مع المساعد بتاعه وبتاخد دورة الهداية وهي مبسوطة بس أختها بتكون معترضة وبتنصحها ترجع العقد للملك قبل ما يكتشف الحقيقة لكن دورة اللي بتعجب بالعقد بتقرر تحتفظ بيه وما بتسمعش كلام أختها وفجأة بالليل الباب بيخبط وبيكون الملك وبيطلب يشوف دورة وبتحاول أختها تقناعها تفتح الباب وتقوله الحقيقة لكنها بتكون مبسوطة إن الملك معجب بيها وبتقوله يجي بعد أسبوع وهتخليه شوف جزء منها واللي بيكون صابع إيديها وبيوافق الملك اللي بيفضل مستنيها بفرغ الصبر عشان يشوف البنت الجميلة وبنروح للمملكة الثالثة واللي فيها الملك بيكون عايش مع بنته الأميرة فيولت واللي بتكون بتعرف تعزف وتغني وبتغني له فيولت أغنية اللي فتاله مخصوص بس الملك بيكون مش مركز معها خالص وده بسبب إنه بيبقى شايف حشرة شكلها غريب بيحاول يصطادها وبتخلص بنته الأغنية وهي حزينة لإنها شايفة إن باباها مش مهتم بيها خالص وبياخد الملك الحشرة وبيخليها تشرب من دمه وبيحتفظ بها في علبة إزاز وبتجبر الحشرة جدا وبتكون في حجم الكلب وبيبقى الملك مهتم بيها وبيجيب لها الأكل كل يوم وبيفضل مربي فيها كأنها حيوانه الأليف بس بيكون مخبيها عن كل الناس وبتتكلم فيولت مع باباها إنها نفسها تتجوز وتعيش حياتها فبيقول لها الملك إن كل حاجة فوقتها وبنرجع للمملكة الأولى واللي بتكون فيها الملكة قاعدة مع ابنها الأمير إلياس وبيتفرجوا على عرض سيركل الدب وبعدها بتنادي الملكة على إلياس عشان يختار معاه الحلقة بتاعها لكن الملكة بتحس إنه مش ابنها إلياس بعد ما بتشم بريحته وبتشوف إيده وهو لما بيمشي بترقبه وبتكتشف إنه جونا وبتسمعه هو وايف مع إلياس وبيحكيله إن مامته ما شكتش فيه خالص وبيفرح إلياس وبيتفق مع جونا إنه لما يوصل لسنة 18 ويبقى ملك هيبدله مع بعض أماكنهم وبكده هيقدروا يعملوا كل اللي هم عايزينه فبتدائي الملكة من صداقتهم وبتقرر تقتل جونا وبتريب الملكة جونا وهو بيتسلل من الأسر عن طريق سري وبتمشي الملكة وراه وبتخبطه على رأسه لكنه ما بيموتش وبيقدر يهرب منها وفي تاني يوم بيقرر جونا يهرب من المدينة بعد ما تأكد إن الملكة عايزة تقتله وبيشوفوا إلياس وهركب حصانه وبيوضع مامته وبيجري عشان يلحقه وبيسألوا إلياس ليه عايز يمشي وبيحاول يمنعه لكن جونا ما بيرداش يقوله حقيقة مامته فبيتمنه جونا وبيوري ينبوع مية جنب الشجرة وبيقوله إنه طول ما ينبوع صافي هيعرف إنه بخير ولو جف هيعرف إنه متأو في خطر وبيمشي جونا اللي بيزعل عليه إلياس جدا لإنه بيكون صديقه الوحيد وبيفضل إلياس كل يوم يشوف مية الينبوع عشان يتطمن على صديقه وبنرجع للمملكة التانية واللي بيكون فيها الملك مستني يشوف البنت اللي سمع صوتها وبيعاد الإسبوع ودورها بتحاول تخلي صوابعة شكلها حلو عشان الملك يشوفها لكنها بتفشل لإنها بتكون عجوزة جدا وجلدها متراهل وبيجي الملك في المعاد وبتشوف دورها صوابعة أختها إما اللي بتكون أحلى منها وبتخلي الملك يشوفها وبيعجب الملك بصوابعة جدا وبيكون عنده فضوله إنه يشوفها فبيصمم إنه يشوفها وبيقول لها إنه الملك بتاعها ولازم تنفذ أوامره وبتوافق دورها بس بتقوله إنه عندها شرط وهو إنها لما تجينه ما يكونش عنده أي إضاءة وبيوافق الملك على طلبها وبتبقى دورها مش عارفة هتعمل إيه في الموقف ده لكن بيجي لها فكرة عبقرية وصعبة جدا في نفس الوقت وهي بتطلب من أختها إما تخيط جسمها المتراهل وتلزوق بالشمع عشان الملك ما يشوكش فيها وبتروح دورها للملك اللي ما بياخدش باله من شكلها وبيعمل معها علاقة وفي نص الليل بيقوم الملك من النوم وبيكون عنده في دول يشوف شكل دورها وبيجيب شمع عشان يشوفوا الشها بس بيتفاجئ إنها ستة عجوزة شكلها قبيح جدا وبينادي الملك على الحراس وبيأمورهم يرموها من شباك القلعة وقبل ما توصل دورها للأرض وتموت من حظ ظهن الغطى بتاعها بيمسك في أغصان الشجرة وبتشوفها ستة عجوزة وهي بتعيط وبتقرر تنقذها وبنعرف إنها ساحرة وبتقدر ترجع على دورها شبابها من تاني وفي نفس الوقت اللي بتفوق في دورها بيبقى الملك بيستطاد في الغابة وبيشوف دورها تاني اللي تحولت لشابة صغيرة وجميلة وبيعجب جدا بيها وبنرجع للملكة التالتة مع الملك اللي بيكون مرب حشرة وبتكون كبيرة لدرجة إنها أكبر من الإنسان نفسه وبتبقى الحشرة عندها مشكلة في التنفس والملك بيكون قلانة عليها جدا وبينادي للدكتور اللي بيتخض من شكلها وبيكون فاكرها وحش لكنه بيضطر يكشف عليها بأمر من الملك بس ما بيقدرش إنقذها وبتموت بين إيده وبيعاية الملك عليها وبيهدد الملك الدكتور إنه لو جاب سيرة لحد هيقتله وبيقرر الملك إنه يجوز بنته اللي كان نفسها تمشي من الأصر وبيبقى قانون جواز الأميرات إن الملك يعمل منافسة وبيقرر إنه يصلخ جلد الحشرة بتاعته ويعرضها قدام المتقدمين للجواز من الأميرة ولازم اللي هيتقبل يعرف هو جلد حيوان إيه اللي قدامه ده وبيتقدم شباب كتير ومحدش فيهم بيعرف نوع الحيوان وفجأة بيدخل رجل ضخم شكله قبيح وبيكون شبه الغول وبيبقى لابس لبس غريب وبيعرف إنه جلد حشرة وبتعايد فيولت اللي بتكون خايفة جدا من شكل الرجل المخيف وبتقرر تنتحر وبيحاول باباها يقنع عن داء دارها وإنه مش هيقدر يرجع في كلمته لإنه الملك وبتسمع الأميرة كلامه وبتمشي مع الرجل المخيف واللي بيبقى بيشدها من إيدها بقوة وبيخليها تمشي مع مسافات طويلة لحد ما بتطلع معها جبل عالي جدا وبيوصلوا الكهف شكله قذر جدا واللي بيطلع بيت الغول وبيبقى الكهف مليان عضم حيوانات وشكله مخيف جدا وده لإن الغول بيأكل الحيوانات وهنا هي وبتتخض فيولت من المنظر وبتفضل تعايت وبتخرج برة وبيمسكها الغول غصبا عنها وبيعمل معها علاقة بنرجع للمملكة الأولى واللي بيكون فيها الأمير إلياس بيرائب ينبوع صديقه كل يوم واللي فجأة بيليه تحاول لدمه وبيعرف إنه صديقه في خطر وبيقرر يدور عليه بس من وراء مامته وبتلاحظ الملكة غياب ابنها وبتفضل تدور عليه في كل مكان وبيكون إلياس بيدور على جونة في الغابة لحد ما بيسمع صوته وبيصرخ من الألم وبيكون وقع في حفرة كبيرة ورجله بتكون مكسورة وبيكون فيه خفاش بيهاجمه وبيجري إلياس عشان ينقذ صديقه وأول ما الخفاش بيشوف إلياس بيبطل يهاجم جونة وبيموت وبنروح للمملكة الثالثة اللي بيبقى فيها الملك هيجوز دورة بعد ما رجعت تاني لشبابها بس بيكون مش عارف حياتها وبتبعت دورة دعوة فرحها لأختها إيمال اللي بتفكر إن أختها العجوزة قدرت تقنع الملك وتتجوزه وبتفضل إيمال تدور على أختها في الحفلة بس بتلاقي شابة جميلة بتنادي عليها وبتقول لها إنها دورة نفسها وإيمال طبعا ما بتكونش مصدقة إن أختها رجعت لشبابها تاني وبتكون عايزة تعرف السبب بس دورة ما بتبقاش فكرة حاجة من اللي حصلها في الغابة وبتكون إيمال مش عايزة تروح البيت لوحدها بعد ما عايشت طول عمرها مع أختها الوحيدة وبتوعدها دورة إنها تخليها غنية بس بشرط ما تقولش لحد بس إيمال اللي بتكون مبسوطة جدا بتفضل تقول لكل اللي في الحفلة إنها أخته العروسة وبتزعلها دورة إنها بتقول إنهم إخوات لكل الناس وإن ما حدش هيصدقها وبتخليها تمشي لكن إيمال بتستخبى من الحراس وبتروح لدورة أختها تاني في قضتها وبتقول لها إنها عايزة تفضل معاها وفجأة الملك بيجي وبتستخبى إيمال بسرعة قبل ما الملك يشوفها بس بتخرج إيمال قدام الملك اللي بيفقرها ست العجوزة اللي خدعته وبيخلي الحراس يرموها برى الأصر وبتقرر إيمال تعمل أي حاجة عشان ترجع الشباب زي أختها وبتروح للجزار وبتطلب منه يسلخ جلدها مقابل فلوس كتير وبيوافق وبنروح للأميرة فيولت واللي بتبقى عايشة أسوأ أيام حياتها مع الغول وفي يوم من الأيام بتشوف بالصدفة واحدة على الجبل تاني وبتطلب منها تساعدها وبتحكي لها إنها محبوسة مع الغول وبتوعدها ست إنها ترجع لها بكرة مع عيالها التلاتة وفي تاني يوم بيجي واحد من عيال الست واللي بيكون بيشتغل في السرق وبيربط حبل بين الجبلين وبيقدر يمشي عليه ويوصل لفيولت وبيشيلها عشان يرجع بيها للجبل تاني بس فجأة بيجي الغول وبيشوفهم فبينط على الحبل وفي آخر لحظة وقبل ما يوصلوهم بيقدر واحد فيهم يقطع الحبل قبل ما يوصلوهم وبيقع الغول من فوق الجبل وبتعيش فيهل وتحاس عيدة مع العيلة لأنقاذت حياتها بس فجأة بيجي الغول اللي بيتصد منه لسه عايش بعد ما ويع من فوق الحبل وبيقتل الغول الأب وأولاده لاتنين وبتهرب فيولت مع الولد اللي أنقاذه وممته بس الغول بيجي معليهم واللي بيكون سريع جدا وقوي وبيقتل الأم وابنها وبيجري ورا فيولت اللي بتكون مرعوبة وبتوصل فيولت في الآخر لطريق مسدود وبتقرر أنها تستسلم له وأول ما لغول بيشيلها على ظهره وبيمشي بيها بتتباحه فيولت بالسكينة اللي معاها وبتروح برسل باباها الملك اللي بقى مريض جدا بعد ما بنته تجوزت وبيعتذر لها الملك عن اللي عمله فيها وبيقرر يتنزل لها عن العرش وبيحضر حفل تتويج فيولة ملوك الممالك الثلاثة وبيتوجد إلياس والمالك اللي اتجوز دورها اللي فجأة بترجع لشكلها الحقيقي وبتهرب من الأصر وبترجع كل حاجة لطبيعتها الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعمله فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام